اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث والتي نخصصها لمناقشة أبعاد إدراج التحالف العربي والحكومة الشرعية ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة لمنتهك حقوق الأطفال وصفت قيادة التحالف العربي تقرير الأمم المتحدة بشأن القائمة السوداء بالمضلل مشيرة إلى رفضها التام لما احتواه تقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة أو صحيحة؟ قال بيان صادر عن التحالف إن هذا التقرير من شأنه التأثير على مصدقية تقارير الأمم المتحدة معبرا عن رفضه للأساليب التي تمت من خلالها تزويد مكاتب المنظمة الأممية بمعلومات مضللة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين والرئيس المخلوع من جانبها انتهبت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة بالاعتماد في مصادرها على المنظمات التابعة للانقلابيين في صنعاء في تعليق لها على تقرير الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال في مناطق النزاعات نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين ما هي أبعد إدراج التحالف العربي والحكومة الشرعية ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة لمنتهكي حقوق الأطفال؟ وما الذي سيترتب على هذه التطورات؟ ولماذا لجأت الأمم المتحدة إلى هذه الإجراءات في هذا التوقيت؟ قبل البدء في النقاش نذهب إلى هذا التقرير ومن ثم نعود ردود أفعال غاضبة على التقرير السنوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعة المسلحة سيرجينة غامبا عنوانها الرفض التام لمضمون التقرير فيما يخص اليمن ردود بحجم الأثر الذي خلفه إدراج التحالف في القائمة السوداء للأمم المتحدة لمنتهك حقوق الأطفال في العالم الحكومة الشرعية استنكرت مساواتها مع الميليشيا الانقلابية كما جاء في تقرير الأمم المتحدة ورأت أنه من غير المقبول ولا المنطق لتضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها ميليشية مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمين الدولي الصادرة تحت الفصل السابع كميليشيات انقلابية متمردة الحكومة لاحظت أن الأمم المتحدة لتزال مستمرة في الاعتماد على مصادر معلومات تمثلها منظمات مجتمع مدني تابعة للميليشيا وتعتمد تضليل الرأي العام الدولي وتنتهج كل الطرق والأساليب لتحويل الأزمة القائمة من سياسية إلى إنسانية يقابله ضعف لتمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة بحسب ما جاء في بيان الحكومة التحالف العربي عبر في بيان الله عن رفضه التام لمحتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة وعن تحفظه وبشدة على تلك المعلومات والبيانات السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلم كرر الموقف ذاته الذي عبر عنه التحالف خلال مؤتمر صحفي مطول عقده في المنظمة الدولية بحضور السفير المصري موقف التحالف وسفير المملكة عبر بشكل خاص عن رفض الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتبع الرئيس السابع علي صالح في وقت عبر فيه التحالف عن حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم مسار جديد من المواجهة التي يخوضها التحالف مع المجتمع الدولي على خلفية حقوقية وعلى ضوء المعلومات التي تضمنها أحدث تقريرا أممي بشأن الأطفال في ظل مؤشرات عن تضاؤل الفرص أمام التحالف هذه المرة لتجاوز مأزق القائمة السوداء مجدد ترحيبكم مشاهدين الكرام كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح وكذلك الدكتور عبدالله الغيلاني المحلل السياسي من العاصمة الورمانية مسقط وأبدأ مع الدكتور محمد جميح دكتور بداية أهلا بك في أي سياق يمكن فهم إدراج التحالف العربي والشرعية كذلك في القائمة السوداء ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال بجانب ميليشيات الانقلاب وطبعا يعني يأتي ذلك بعد يعني رفع اسم التحالف العربي العام الماضي من هذه القائمة التي أرجعتها منظمة دولية إلى ضغوط مورسة على الأمم المتحدة والأمين العام السابق كوفي عمان عفوا العام السابق بانكي مون نعم من قبل الجانب السعوبي هذه المرة يعني يبدو فعلا أنه يراد أن يضغى الجانب الإنساني على الأزمة اليمنية أكثر من الجوانب الأخرى لا ننسى أيضا أن مجلس حقوق الإنسان في جينيق أو تابع الأمم المتحدة أيضا ضغط باتجاه ما قيل أنه حل وسط في مسائل التحقيق تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن وتم التوصل إلى حل وسط بأن تدعم اللجنة الحكومية الحالية بخبراء دوليين على أن لا يقدم القرار الهولندي الذي كان يقضي بتشكيل لجنة دولية لأتحقق من مزاعم جرائم حرب اليمن هذا القرار الذي تخذ في مجلس حقوق الإنسان في جينيق والقرار الأخير الذي تخذ يضم التحالف الأراضي والحكومة الشرعية جنبا إلى جنب مع الحوثيين في قائمة العار والقائمة السوداء التي تصنعها من قائمة العار والقائمة السوداء لمنتهيك حقوق الأبطال تنم عن هذا التوصل وفأن اليمن لا توجد فيه أزمة سياسية حققية وفأن الجريمة الكبرى لم تكن الانقلاب على الدولة وكل ما ترسب على تلك الجريمة فهو أيضا من نتائج وإفرازات هذه الجريمة طبعا لا يجد في حال من أحوال أن يدافع عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وخاصة الأبطال يعني هناك طبعا أخطاء كبيرة تكبت هناك أخطاء تربيها التحالف العربي هناك أيضا أخطاء تنفيها تعويض يعني بعض تعويضات التي ربما ليست كما يؤمن وهناك أيضا بالمقادل التحالف العربي قام بإجراءات كما اعترف التقرير الذي أورده الأمين العام بأن هناك إجراءات تختلف التحالف العربي لإحماية الأبطال في اليمن تختلف عن العام الماضي بتشكيل غرفة عمليات تخص الأبطال داخل غرفة العمليات للتحكم والسيطرة التي تسبع التحالف العربي في الميدان العسكري إذن أنا أعتقد أن دخول التحالف لا أعتقد أنه سيخرج هذه المرة سيكون ليس موجودا وكذلك الحكومة الشرعية الذي ينبغي الدروس إن كان هناك من دروس ينبغي أن تستفاد من هذه التجربة فهذه تصور وإنه لا يكون خبيرا عسكريا إلا أنه أصبح يتحكم على التحالف العربي تفعيل العمل الميداني البردي وتعم القوات على الأرض والاعتماد على القوات على الأرض أكثر من الطلعات الجوية التي لا بد أن هي التي تسبب تغراء إدخال اسم التحالف العربي ضمن القاهمة السوداء إذن لماذا لا يدعم الجيش الجيش الوطني اليوم يشتكي أنه لا توجد تذهي الزبابة نعم دكتور الآن جيش علي عبدالر الصالح وجيش الفوتيين كل يوم يقولون بأنهم مواجهون 12 دولة والعالم من وراء الهدوان والعكس والصحيح العكس والصحيح الجيش لا يمتلك هذه الإمكانيات سنعود إلى هذه التداعيات سنعود إلى هذه التداعيات والخلاصة التي يجب أن نخرج بها لكن قبل ذلك دعنا نشرك معنا في الحوار الدكتور عبدالله الغيلاني الباحث السياسي دكتور عبدالله من وجهة نظرك ما هي القراءة في سياق المقدمات والوضع في الإقليم وكذلك التجادبات الدولية عندما يوضع أو يوضع التحالف العربي والحكومة الشرعية في هذه القائمة لمنتهكي حقوق الأطفال باليمن نعم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم بالمشاهدين الكرام وبالضيف العزيز أولا هذه لم تكن مفاجئة هذا القرار الذي اتخذ مؤخرا بوضع التحالف في هذه القائمة لم يأتي مفاجئة هناك كثير من المقدمات هناك كثير من التراكمات التي حدثت عبر السنوات الماضية يعني منذ أن دشنا بعاصمة القزم في مارس 2015 المؤسف أن التحالف لم يلتفد إلى كل هذه التراكمات لم يعر اهتماما إلى كل هذه المؤشرات من الطبيعي جدا يعني أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من الإدانة وذلك يعود إلى أن التحالف كان متراقيا في التعاضي مع كل هذه المؤشرات التي تتراكم منذ سنتين ونصر هذا من ناحية من ناحية أخرى لو وضعنا نظرنا إلى المسألة في إطارها الاستراتيجي ونظرنا إلى الصورة في أبعادها الكلية أنا أحسب أن هذا إخفاق آخر يضافي إلى إخفاقات التحالف التحالف يعني منذ أمد بعيد يعاني من إخفاق عسكري بعد أن تعطلت العمليات العسكرية وحدث شيء من الجمود على هذا المستوى كذلك ألحق هذا بإخفاق سياسي نحن نعلم أن كل المبادرات السياسية التي بدأت منذ أمد بعيد كذلك لم تثمر ولم تزهر إلى الآن ولم تنتج شيئا ذابان فهذا إخفاق سياسي يضافي إلى إخفاق العسكري الآن نحن أمام إخفاق أخلاقي لك أن تقول أو إخفاق إنساني بقطع النظر الآن عن التفاصيل التحالف ينفي التحالف لم يقبل يعني هذه الإدانة التحالف له تحفظات على الطريقة التي تصل بها المعلومات إلى الهيئات الدولية وبالتالي تبنى عليها مثل هذه القرارات هذا كله نتفهمه ولكن المحصلة النهائية أن التحالف أدين على المستوى الدولي يعني هذه الإدانة لم تأتي هذه المرة من منظمات مستقلة أو من منظمات خاصة وإنما جاءت من منظمات تابعة للإمام المتحدة إذن فأنت أمام إخفاق إنساني آخر يضاف إلى الإخفاق العسكري والإخفاق السياسي أنا أحسن يعني أن مثل هذه التداعيات السائبة على التحالف على الصعود العسكرية والسياسية والإنسانية سوف تستمر وتتصاعد في ظل حالة الجمود التي عيشت تحالف ليس هناك حراك عسكري هناك جمود كل في العمليات العسكرية وبالتالي ميزان القوى يعني يبدو أنه يميل بقدر أو بآخر لصالح الحوثين وعلي عبد الله صالح طيب كذلك الحل السياسي في حال الجمود الآن نحن أمام قضية إنسانية التحالف ينبغي أن يحسم هذه المسألة في طالة المدة في الأزمة اليمنية ليست في صالح الشعب اليمني وليست في صالح التحالف هناك حالة استنزاف يتعرض لها التحالف الآن ليس استنزافا عسكريا فحسب وليس استنزافا سياسيا فحسب وليس استنزافا ماليا فحسب الآن نحن أمام حالة استنزاف يعني هذا كله يؤدي إلى تآكل الرصيد الأخلاقي الذي بناه التحالف عبر السنوات الماضية إذن نحن أمام منعطف ومنعطف خطير جدا وعلى التحالف أن يجري مراجعات شاملة في هذا المنعطف بحيث يحدد الخطوة التالية أو الاتجاه القادم هل ستبقى عملية الجمود العسكري والسياسي على ما هي عليه وبالتالي الحال الإنسانية تزداد تفاقما ويتحمل التحالف تبعات يعني هذا التفاقم وهذه التراكمات أنا يبدو لي أن التحالف يعيش حالة انعدام وزن وانعدام رؤية وضبابية يعني كلية فعليه أن يحدث مراجعات شاملة بحيث يحدد ما هي الخطوات القادمة خروجا نعم دك حالة التكلس والجمود التي تعود بكل هذه السلبيات على التحالف طيب هذا يدفعني للتساول دكتور ودعني أنقل هذا التساول إلى ضيفنا دكتور محمد جميح دكتور محمد الآن يعني عندما نتحدث عن تداعيات سلبية للموقف اليمني للملف اليمني والأزمة اليمنية بشكل عام في ظل هذا القرار ما الذي يعني سيؤدي إلي هذا القرار في مواجهة الانقلاب سواء في المحافل الدولية أو في يعني سياق العمل المنظم المتعلق بحقوق الإنسان هذا القرار يمكن أن يكون فرصة للتحالف العربي كما أشار الدكتور الغيلاني من عمان يعني يفترض أن يكون فرصة لتحسين الأداء يفترض أن يكون فرصة للأخذ في مخاوف ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التي علّ لكي وضع التحالف العربي على هذه القائمة لا أعتقد أن هناك جدوى من ممارسة مزيد من الضغوط على الأمم المتحدة لأن الأمر لم يعد بالإمكان نقل اسم التحالف من هذه القائمة على التحالف أن يتقبل الأمر كما هو أن يعمل على تحسين الأداء ويمكن أن يخرج اسم التحالف العربي لأن هناك دولاً هناك دولتان تقريباً أو مجموعتان متقاتلتان في دولة أفريقية خرجتاً من قائمة العرب بمعنى أن دخول الخروج هو دخول وخروج حسب الموضعيات على الأرض وخيف دخولاً دائماً أو خروجاً دائماً إذن يمكن للتحالف العربي أن يقوم بإجراءات محددة للعام القادم ونتمنى أن لا تطول الأزمة حتى العام القادم لكن ما هو أهم من هذه الإجراءات على قصة أنه مهم أن يكون هناك كثر لحالة الجمود العسكري هذا الجمود هو الذي أدى إلى تفاقم الملفات الأخرى سواء كان الملفات الإنسانية أو الملف الإقتصادي المتدهور أو حتى الملف الاجتماعي الداخلي بما في ذلك تعطل الحياة الداخلية من عمليات صحية والاجتماعية وتعليمية وما إلى ذلك تعطل التجارة كل ذلك يمكن أن يفاقم الأحداث لشكل يصعب على التحالف بعد التعاطي معه أو تبريغ ذلك المصنع الدولي كان هناك عملية عسكرية يفترض بموجبها أن تعود الحديدة إلى الحكومة الشرعية من أجل أن تخفى المعاناة الإنسانية دخلت الأمم المستحبة في الخط ها أفشلت هذه العملية العسكرية بضغوط أيضاً من الممسعدة والملد الشيخ أعتقد أننا نسرد الإشكالات التي وقع فيها التحالف أيضاً أن نسرد الإشكالات التي وقع فيها المجتمع الدولي والأم المسحدة لأنها في ظل قرارات دولية نافذة تحت الفصل السابع الذي يقضي باستخدام القوة تشرت هذه المنظومة والموظمة الدولية في احترام قراراتها وتمثيل هذه القرارات وحمل جماعة كل العالم يقول بأنها جماعة انقلابية على الإذعان لهذه القرارات إذن في الوقت الذي تدين العم المفتحدة التحالف العربي والحكومة الشرعية والحوثيين فإنها أيضاً تدين نفسها لأنها لم تستطع لم تمتلك الآليات المحددة لتنفيذ قرار هو نافذ بموجب الفصل السابع والذي يعتبر التحالف العربي أداة تنفيذ هذا القرار الدولية وفي التالي أعتقد أنه إذا ما عدنا للسحالف العربي عليه بالفعل أن يراجع السراسيات عليه بالفعل أن يغير تكتيكاته من الاعتماد على الضربات الجوية إلى الاعتماد على الميدان دعم قليل بسلاح نوعي للمقاتلين والمقاتلين في الميدان يمكن أن يحرف الفارق ذهب المقاتلون في يوم ونفق من أسل جبل فرضت لهم وأن تتعرفها إلى أعلى هذا الجبل وبقوا بعد ذلك سنة ونصف وهم في أعلى قمة هذا الجبل بعد أن تمددوا قليل ثم وقفوا ما معنى أن تقطع هذه المسافة وهي طلوع صعب بالمعايير العسكرية يعتبر معجزة يعني المقاتلين من مأرج والمثير في ذلك يا دكتور أن هذا الأمر توقفون عام ونفق نعم هذا الأمر يتم والآن المملكة العربية السعودية وهي العضو الأبرز في التحالف تقوم بعمل صفقات لشراء أسلحة ذلك يدفعني التساؤل عند الدكتور عبدالله الغيلاني دكتور عبدالله الآن منظمات مثل هيومن رايتس ووش وغيرها رحبت بهذا القرار وطلبت الحكومات بألا تبيع أسلحتها للمملكة العربية السعودية ولغيرها أيضا في سياق ما يجري الآن أيضا من قبل المملكة العربية السعودية من شراء مثلا منظومات صواريخ من روسيا وحديث عن صفقات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا كل ذلك أين سيضع المملكة العربية السعودية بخصوصا ملفات المعلقة كالملف اليمني نعم أحسب أنه فيما يتصل بإدارة الملف اليمني أو إدارة الصراع في اليمن هذه الصفقات العسكرية لن تضيف شيء للمملكة العربية السعودية ليس هناك شح في التسلح المملكة العربية السعودية يبدو لأنها قادرة استراتيجيا على أن تحسم الملف اليمني خلال بضعة أسابيع ولكنها لم تفعل يبدو أن هناك خار سياسيا دوليا وإقليميا بعدم المضي قدما في هذا الحراك العسكري وحسن المسألة الآن السؤال الأكبر ما هي حزمة الإجراءات المخطوبة أمام هذه التدعيات أنا أتصور أن هناك جملة من الخقوات الاستراتيجية إن كان التحالف بالفعل يريد إحداث نقلة نوعية على صعيد إدارة الأزمة اليمينية وإحداث حراك حقيقي يعني يترتب عليه تحول في ميزان القوى هذه الخطوات تتمثل أولا في تقديري في عودة الحكومة الشرعية إلى عدن وبالتالي هي التي تقود المقاومة هي التي تقود عملية البناء السياسي والاقتصادي هي التي تقود ملف الصراع من الداخل ما لم يحدث هذا فستبقى حالة الجمود والتكلس بكل ما يعني هذا من تدعيات على الصعيد الإنساني والسياسي والعسكري هذه واحدة الأمر الآخر دعم المقاوم الوطني يا أخي دعوا اليمنيين يحررون بلادهم دعوا اليمنيين يكونونهم في المقدمة في المقدمة يحتاجون إلى تسليع وإلى تدريب وإلى معلومات استخبارية وإلى إعادة تهيل ما لم يقوم التحالف أيضا بهذه الخطوة أي بناء يعني مقاومة وطنية في الداخل هي التي تقود يعني هذا الحراك العسكري والسياسي ما لم يحدث هذا أيضا فستبقى حالة الجمود والتكلس التحالف كما قلت يحتاج إلى مراجعات على المستوى الاستراتيجي وليس على المستوى التكتيكي ما لم تحدث لهذه المراجعات فلن نرى تحول أو نقلات نوعية على صعيد إدارة الأزمة اليمنية الآن يا أخي الكريم الذي يحدث هو غلبة الجانب الإنساني في الأزمة اليمنية على الأبعاد الأخرى البعد الاستراتيجي والبعد الفياسي وهذا أنا لا أقلل من الشأن الإنساني مهم جدا يعني الكل يتألم لما يحدث لليمن يعني من قتل وتشريد ومرض وجوع وكل هذه الفواجع لا يرضوها أحد ولكن ما ينبغي أن تتحول الأزمة اليمنية أيضا إلى مجرد ملف من الملفات الإنسانية على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي يبدو لأن القرار الاستراتيجي في الأزمة اليمنية مختطط من قبل اللاعب الإقليمي واللاعب الدولي ما لم يعد هذا القرار إلى اليمنيين أنفسهم ممثلين في الحكومة الشرعية على ضعفها وعلى اهتراعها وعلى حالة الارتهانة التي هي فيها الآن ولكن هي الممثل الشرعي الآن المعترف به دوليا ما لم يحدث هذا فأنا أخشى أن التداعيات الإنسانية والسياسية على المستوى إدارة الأزمة اليمنية سوف تستمروا هذا أمر مؤسس طيب دعني أعود بعودة أخيرة لدكتور محمد جميح دكتور محمد الآن نحن تحدثنا كثيرا عن التحالف لكن أيضا الحكومة الشرعية ورد اسمها في هذا التقرير كأحد منتهكي حقوق الطفولة هل كان ذلك مفاجئا؟ ما الذي يعنيه أيضا؟ أعفونا السؤال لم أسمى السؤال كنت أقول أعلى أن تحدثنا كثيرا على تحالف وإيراد اسمه في هذه القائمة وتداعيات ذلك لكن أيضا الحكومة الشرعية تم إيراد اسمها في هذه القائمة السوداء ما دلائل ذلك وانعكاساتي على موقف الحكومة الذي يبدو أنه ليس قوي بشكل أساسي أنا أعتقد أن بالنسبة للمقاتلين في الداخل بالنسبة لأطراف القتال في الداخل سواء كان الحكومة الشرعية وما يطلعها من القوات أو كان الانقلابيون في حوثي وصالح لن تكون تداعيات القرار عليهم مثل ما هي على أطراف التحالف العربي لأننا نتعامل مع دول لها مصالحها التولية ولها استباطاتها وعلاقاتها الواسعة ويعني يهمها جيدا وبشكل كبير أن تحافظ على هذه العلاقات وعلى هذه السمعات الدولية بينما الأطراف المتقاتلة في الداخل لديها قناعات محددة ينبغي أن تحكمهم الملف الإنساني لا يأتي عند المقاتلين في المقدمة أو في مقدمة الأولوذية هو يأتي ربما في حسابات أخرى لكن يهم المتقاتلين عن الأرض الحسن والتقدم عن الأرض لكن الحكومة الشرعية في تصوري أنها في بعض المناطق المحررة على سبيل المثال كانت هناك بعض المخالفات التي سجلها التقرير مع أن المخالفات الأكبر فيها خصف تجهيد الأطفال وردت في إدانة الحوثيين لسنة الثانية على التواري الذين نبقوا على هذه القائمة بتجنيد الأطفال بشكل كبير واستهداف المدني في أحياء مثل تعز وأيضا بالعملية التعليمية وما رافقها وعدم مغسرات الناس هذا يخص الحوثيين لكن بالنسبة للحكومة هناك بعض الحالات التي سجلت في حالات تعديل هناك أيضا حالات في بعض المناطق في عدن وغيرها هناك بعض الحالات التي وجدت فيها أطفال أو قتل فيها أطفال سواء كانت في المعارك أو أيضا احتجزة واعتقل فيها أطفال وإذن جاء اسم الحكومة لكن في تصوري أن الحكومة لم تقم بما قام به الحوثيون من ترائم في هذا الحق حتى في التقرير ويفصل يسرد كثيرا من المسببات التي جعلت التقرير يحتفظ باسم الحوثيون والطالح لحسن الأثاني على التوالي على هذا التقرير نظرا للإجراءات الموزدة على الأرض التي قام بها هؤلاء في حق أشكرك أشكرك دكتور محمد جميح المحلس السياسي كنت مانع بالهاتف من لندن بعودة أخيرة إليك دكتور عبدالله وفي دقيقة أرجو منك الإجابة ما الذي يجب أن تقوم به الآن الحكومة الشرعية كفاعل محلي ومعني أول بالملف اليمنى وكذلك التحالف العربي كمتدخل إنقاذ هذه الشرعية كما أستردت الحكومة الشرعية عليها أن تستعيد القرار المختفظ إقليميا ودوليا وأن تسعى بقدر إمكانها إلى أن تعود إلى الأرض اليمنية وأن تدير الصراع من هناك ما لم يحدث هذا فأنا أحسب أن كل هذه يعني حالات الجمود القائمة الآن عسكريا وسياسيا والتداعيات الإنسانية سوف تستمر فعلى الحكومة الشرعية أن تعود إلى عدن وأن تدير الصراع من هناك عليها أن تقوم بإعادة تاهيل المقاومة الوطنية على المستوى العسكري وعلى المستوى الاستخباراتي وعلى مستوى التدريب والتحالف دوره هو رفض يعني إسناد هذه الحكومة بطبيعة الحال لا يمكن للتحالف أن يتخلى عن استخدام سلاح الجو هو عنصر التحوق الآن استراتيجيا بالنسبة للتحالف ولكن يبدو لي أن هناك نقص يعني حاد جدا في المعلومات الاستخبارية أو تضليل ربما في هذه المعلومات هذا التضليل وهذا النقص الحاسب المعلومات الاستخبارية ترتب عليه مثل هذه التجاوزات الإسكانية فعلى التحالف أيضا أن يعيد النظر في كيفية التعامل مع معلومات الاستخبارية وبالتالي تكون الضربات الجوية موجهة ودقيقة جدا وتكون بعيدة عن المدنيين لكن القضية الجوهرية هنا هو عودة الحكومة الشرعية إلى عدن وإدارة ملف الصراع من الزاخن أشكرك جزيل أشكر دكتور عبدالله الغيلاني الباحث السياسة كنت معنا من العاصمة العمانية مصغط كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزمين ماهر أبو المجد وجميع أفراد الطاقم الفني إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر